اشتركوا في القناة والسعادة المشاركون الكرم إن التزام الحكومة وعملها المستمر للارتقاء بالدور الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها بشروط ميثورة مع الأخذ بعين الاعتبار التشارك بين القطاع العام والخاص يأتي هذا المؤتمر بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس الشركة الأردنية لضمان القروض وحرصت الشركة وبوصفه المؤتمر الأول إقليميا في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمانات القروض وكما يعلم الجميع فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤدي دورا محوريا على صعيد خلق فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد واستطاعت الشركة أن تتحول من مشروع صغير إلى شركة حية نابضة تستطيع أن تقدم الضمان للقروض سواء كانت صناعية أو غير صناعية خدمية سواء كانت صناعية سواء كانت صناعية سواء كانت صناعية لكس جميعا ترجمة نسبة مقابل والأمرأة فرص المشاريع لمولون الضمان في الشركة الأمر والفيدي ترجمة اللعب إسلامية سنحمل الآن شعلة التكريم ونبدأ مع عطفة الدكتور جمال صلاح المدير السابق للشركة الأردنية لضمان القروض وسعادة السيد محمد سعيد حمامي وهو أيضا من المؤسسين والمدارع للشركة الأردنية لضمان القروض المدير العام التنفيذي للبنك العربي سعادة الأستاذ نعمة صباغ ومعالي محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور زياد فريز معالي وزير المالية دكتور أمية طقان وتتشرف الشركة الأردنية لضمان القروض لتكريم دولة الدكتور عبدالله لنسور ومسك الختام مع تكريم دولته ومسك الختام مع تكريم دولة الدكتور